سلام الله عليكم أعزائي وأحبائي ومرحبا بكم مجددا في قناتكم التعليمية وفي فيديو اليوم وبإذن الله تعالى في الفيديو التعليمة راح نحل مجموعة من التمارين عبارة مجموعة من التمارين في العلوم الطبيعية أو في مادة علوم طبيع الحياة راح نشرح ونحلو هذا التمارين راح يعني التمارين هذا راح يكون حول خصائص الوسط الحي يعني راح نتكلمه في التمارين على خصائص الوسط الحي أكيد ليس اللهم إذا سنة ثانية متواصل يعني راح نتكلمه على خصائص أو المميزات انتاع الوسط الحي وقبل أن نبدأ مع الفيديو تعنا لا تنسوا أيضا متابعة حسابي الانستغرام اسم حسابي الانستغرام هو المعلم حنان حنان تيتر بالغة الإنجليزية لنبدأ لانا لدينا التمارين الأول ستناول التمارين الأول في التمارين الأول تمثل الوثيقة التالية مخطط تلخيصي تمثل الوثيقة التالية مخطط تلخيصي يعني مخطط رح نلخص فيها الدرس مخطط تلخيصي إذن ها هيك الوثيقة تانا عندي هنا عبارة عن مخطط الوسط الحي من نسبة للوسط الحي يتكون من عنصرين وسط الحي تكون من عنصرين عناصر حية وعناصر لاحية عناصر حية وعناصر لاحية بالنسبة للعناصر الحية تتمثل في الكائنات الحية عناصر حية ولا كائنات حية نعطني مثال قال لي مثلا نبات تتمثل في النبات نحن نعطيه الباقي فهو تتمثل العناصر الحية من غير النبات لأنه النبات تعطاهلي الآن عندي عناصر لاحية عناصر لاحية يعني كائنات لاحية نعطيه غبارة عن مثالين قالي أولا املأ الفارغات رح نملأ الفارغات ثم سمي هذا المخطط يعني وش رح نسميه هذا المخطط يسمي هذا المخطط إذن عندي الوسط الحي عندي الوسط الحي يتكون من عنصرين عناصر حية وعناصر لاحية عناصر حية وعناصر لاحية كما ذكرنا في الدرس بالنسبة للدرس لقدرنا مقبل درس تعريف الوسط الحي رابط هذا الفيديو رابط الفيديو تاعة الوسط الحي رح يكون في صندوق الوصف لكل من يريد مشاهدتها الآن عندي عناصر حية الوسط الحي يتكون من عناصر حية وعناصر لاحية الآن العناصر الحية أولا يعني كائنات حية نذكر أمثلة على عناصر حية وأعطاني مثال من قبل قال لي هنا نبات الآن نعطي أمثلة أخرى أولا عندي إنسان الإنسان هو كائن حي يتنفس يتغذى يتكاثر إلى آخر يعني يقوم بالوظائف الحيوية إنسان ثانيا عندي حيوان نفس الشي يقوم بالوظائف الحيوية يتنفس يتغذى يتكاثر إلى آخر النبات وأيضا عندي إنسان حيوان نبات وكائنات دقيقة الكائنات الدقيقة نذكر على سبيل المثال البكتيريا الجراثيم الفيروسات وما شبه عندي الكائنات الدقيقة ما هي الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة هي الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة نقدر نشوفها غير بالمجهر هذه الكائنات الدقيقة قلنا تتمثل في البكتيريا الجراثيم والفيروسات وما شبه إذن العناصر الحية إنسان حيوان نبات وكائنات دقيقة وعندنا أيضا الوسط الحي يتكون من عناصر لاحية عناصر لاحية العناصر لاحية نعطيه مثال عطينا هنا زوج أمثلة المناخ والطربة الطربة نذكر على سبيل المثال الطربة الفيضية الطربة الفيضية وعندنا أيضا المناخ مثلا الحرارة الرطوبة مثلا إلى آخره الآن نعاود عندي الوسط الحي يتكون من عناصر حية وعناصر لاحية عناصر حية مثل الإنسان الحيوان النبات والكائنات الدقيقة وأيضا حي تكون وسط الحي من عناصر لاحية مثل المناخ والطربة وكيف نقدرون نفرق بين هذا العناصر الحية والعناصر لاحية أيضا ندرناه في الدرس المرة اللي فت هذا من خلال الوظائف الحيوية مثلا التنفس التكاثر التغذية أما هنا أحبت نوضح حاجة الحركة هنا أو التنقل هنا ما نيش راح نعتمد عليه ما نيش راح نعتمد عليه باش نفرق بين العناصر الحية والعناصر لاحية لأنه النبات هو عبارة عن عنصر حي لكنها لا يتنقل إذن ما نيش راح نعتمد على الحركة هنا أو على التنقل عامة هنا أما بالنسبة للجزء الثاني الاسم من المخطط لابني الاسم من المخطط اسم هذا المخطط هو عبارة عن مخطط تلخيصي لعناصر الوسط الحي يعني هنا لننلخص عناصر الوسط الحي في مخطط لدينا عناصر حية وعناصر لاحية إذن الآن لدينا التمرين الثاني بالنسبة للتمرين الثاني طلب مني استخراج الكلمة الدخيلة في كل مجموعة قال لي استخرج الكلمة الدخيلة في كل مجموعة أعطاني مجموعات متكونة من أربع كلمات لكل مجموعة إذن عندي هنا أنا عندي أربع مجموعات الآن طلب مني أن نستخرج الكلمة الدخيلة في كل مجموعة هنا سنستخرج الكلمة الدخيلة يعني فرد الكلمة ستكون داخيلة من بين هذه الأربع الكلمات والثلاث كلمة البقية سيكونوا يتشاركوا في حاجة مع بعضهم إذن عندي بالنسبة للمجموعة الأولى عندي حديد شجرة ماء ونحس الحديد يعتبر عبارة عن معدن الحديد هو معدن يعني هو عبارة عن كائن لا حي عندي الآن الشجرة عندي الشجرة هو عبارة عن نبات نبات أخضر شجرة حي يعني هو عبارة عن كائن حي عندي ماء الماء هو عبارة عن كائن لا حي لأنه ما يقومش بالوظائف الحيوية لا يقوم بالوظائف الحيوية وأيضا نعرف بل الماء يحتوي على الكثير من المعادن مثلا المغنيزيوم الكالسيوم الحديد النحاس وغيرها من المعادن وأيضا عندنا النحاس عندنا أيضا النحاس هو عبارة عن معادن إذن نلاحظوا هنا وش هي الحاجة المشتركة بين هذه الثلاث كلمات عندي حديد وعندي ماء وعندي نحاس نلاحظوا هنا عندي حديد هو عبارة عن كائن لا حي ماء هو عبارة عن كائن لا حي ونحاس عبارة عن عنصر أو كائن لا حي نلاحظوا نلاحظوا بالشجرة هي الكائن الوحيد الحي إذن هي عبارة عن الكلمة الداخيلة والكلمات هذه الثلاثة عندي الحديد الماء النحاس يعتبر عبارة عن عناصر لا حية الآن عندي بالنسبة للمجموعة الثانية قل لي جرثومة، فيروس، ماغنيزيوم، وسرخص جرثومة، فيروس، ماغنيزيوم، وسرخص عندي أولا جرثومة هي عبارة عن كائن حي دقيق من الكائنات الدقيقة خلقنا الكائنات الحية عبارة عن الإنسان، الحيوان، النبهة والكائنات الدقيقة إذن عندي جرثومة، عندي فيروس، هو عبارة عن كائن حي أيضا الفيروس نعتبره كائن حي ميت خارج الجسم يعتبر لا شيء عبارة عن كابسولة وداخل الجسم يعتبر كائن حي الآن عندي الماغنيزيوم، بنسبة للماغنيزيوم هو معدن طبي، هو معدن طبي طاقوي نعتبره معدن طبي طاقوي يأخذ للفشل والضعف العام، يعني عامة وعندنا السرخص السرخص هو نبات يوجد بكثرة في أوروبا هو عبارة عن نبات يوجد بكثرة في أوروبا يصنع منه مضاد حيوي، يعني نقدر نصنعه منه مضاد حيوي طبيعي طبيعي قوي جدا إذن هو نبات يوجد بكثرة في أوروبا يصنع منه مضاد حيوي طبيعي قوي جدا إذن الآن نلاحظوا الكلمة الدخيلة هنا هي الماغنيزيوم نلاحظوا بالجرثومة والفيروس والسرخص يعني هذا كامل تعتبر كائنات حية الجرثومة والفيروس تعتبر كائنات دقيقة والسرخص هو عبارة عن نبات أخضر إذن الكلمة الدخيلة هنا هي الماغنيزيوم الآن عندي جندب بالنسبة للمجموعة التالية عندي جندب، بطاطا، سخرة، وعندي فطر عندي جندب، هو عبارة عن حيوان يعني هو عبارة عن كائن حي الآن عندي بطاطا، هو عبارة عن نبات أخضر بطاطا، نبات أخضر يعني إحدى هو عبارة عن كائن حي الآن عندي سخرة، سخرة هي عبارة عن كائن لا حي يعني ما تقومش بالوظائف الحيوية هي عبارة عن كائن لا حي الآن عندي فطر فطر هو عبارة عن نبات وهو غذاء بروتيني جيد نوع تعلق البروتينات فيه جيدة وهو بديل بديل للبروتينات الحيوانية عندي ساق الفطر ثبت الأبحاث أو ثبت الأبحاث أنه يساعد في علاج السرطان وأيضا عندي الفطر بالفرنسيان نقول له يعني الفطر الآن نلاحظوا الكلمة الداخيلة هنا هي صخرة علاءة نلاحظوا باللي الجندب البطاطا والفطر هذو كامل عبارة عن كائنات حية الجندب عندي الجندب هو عبارة عن حيوان وعندي البطاطا والفطر هو عبارة عن نبات يعني كامل كائنات حية إلا الصخرة الصخرة هي عبارة عن كائنا لا حي الآن عندي المجموعة التارية عندي دعسوقة عندي خزامة عندي فراشة وعندي ذوبابة عندي دعسوقة هي عبارة عن كائن حي هي عبارة عن حيوان الخزامة هي عبارة عن نبات عطري يعتبر نبات عطري مهدئ ومضاد حيوي جيد وزيت الخزامة الصافي هو علاج مذهل للحروق يعني نستعملوه باش نعاجو الحروق والآثار ننتحها وزيت الخزامة يوضع في مكاتب رجال الأعمال يعني زيت الخزامة هذا الصافي يوضع في مكاتب رجال الأعمال لأنه يحسن أداء الخلايا العصابية وأيضا عندنا الخزامة أو كما نقولها بالفرنسية اللافندر نعتبره فخر العطارة الفرنسية أو اسمي وفخر العطارة الفرنسية إذن اللحظوا هنا عندي دعسوقة وعندي فراشة وعندي ذبابة عندي هنا الكائن أو الكلمة الداخلة هنا هي عبارة عن خزامة إذن عندي دعسوقة فراشة ذبابة هذا عبارة عن حيوانات أما الخزامة عندي هي عبارة عن نبات إذن الخزامة هنا هي عبارة عن الكلمة الداخلة الآن عندي التمرين السالث قالي أربط كل مصطلح بالتعريف المناسب عندي عبارة عن مجموعة من المصطلحات أو الكلمات تلب مني أنه نربطها بالتعريف أو المفهوم المناسب التعريف تحادي هنا المصطلحات وعندي هنا المفاهيم أو التعريفات إذن نبدأ بالكلمة الأولى أنتها عندي مدى حيوي جغرافي مدى حيوي جغرافي إحنا قلنا باللي عندنا الوسط الحي يتكون من عناصر حية العناصر الحية اللي نسميها بيوسينوز تتمثل في الإنسان الحيوان النبات والكائنات الدقيقة الآن أيضا رح يتكون من مدى حيوي جغرافي اللي هي الكائنات أو العناصر اللاحية اللي نسميها بيوتوب مدى حيوي جغرافي مدى كلمة مدى جاية من مد مدى حيوي جغرافي نقوله بيوتوب إذن المدى الحيوي الجغرافي هنا عندي التعريف لتعوي هو المركبات اللاحيوية المكونة للوسط الحي يعني هي عبارة عن مركبات لاحيوية لا تقوم بالوظائف الحيوية المكونة للوسط الحي المكونة للوسط الحي يكون أحد مكونات لوسط الحي الآن عندي الكائنات الدقيقة الكائنات الدقيقة هي عبارة عن كائنات تقوم بوظائف حيوية الكائنات التي تقوم بوظائف حيوية كالتغذية وش نسميها؟ نسميها كائنات حية يعني الكائنات الدقيقة تعتبر كائنات حية الكائنات الدقيقة هي الكائنات مثلا نذكر على سبيل المثال الجراثيم والفيروسات وعندنا الجراثيم والفيروسات بالنسبة للكائنات الدقيقة بالنسبة للكائنات الدقيقة هي الكائنات التي لنستطيع أن نراها بالعين المجرد لازم نستعمل المجهر بش نشوفها الآن عندي التربة تربة هي مزيج هي عبارة عن مزيج من مواد معدنية ومواد عضوية المواد المعدنية مثلنا الماء الأملاح المعدنية بجميع أنواعها وعندنا أيضا المواد العضوية الآن عندي عناصر حياوية العناصر الحيوية يقولنا التمثل في الإنسان الحيوان النبات والكائنات الدقيقة الكائنات الدقة كما الميكروبات الفيروسات والجراثيم الآن عندي آخر مصطلح هنا عندي المناخ المناخ يتمثل في الإضاءة الرطوبة والحرارة مناخ إضاءة رطوبة حرارة يعني التعريف تعيو إضاءة رطوبة حرارة وها قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو شكرا لكم على حسن المتابعة وأيضا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات ليصلكم كل فيديو جديد ننشره إذا عجبكم الفيديو أكيد وإلى اللقاء أصدقائي مع السلامة